حدثنا سفيانو عن الزهري عن عروة عن كرزي بن علقمة الخزاعي قال قال رجل يا رسول الله هل الإسلام من منتهى قال أيما أهل بيت وقال في موضع آخر قال نعم أيما أهل بيت من العربي أو العجمي أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام قال ثم مه قال ثم تقع الفتن كأنها الظلل قال كلا والله إن شاء الله قال بلى والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض وقرأ علي سفيان قال الزهري أساود صبا قال سفيان الحية السوداء تنصب أي ترتفع حثنا عبد الرزاق قال أخبران معمر عن الزهري عن عروة بن الزبيري عن كرزي بن علقمة الخزاعي قال قال أعرابي يا رسول الله هل الإسلام من منتهى قال نعم أيما أهل بيت من العربي أو العجمي أراد الله عز وجل بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام قال ثم ماذا يا رسول الله قال ثم تقع فتن كأنها الظلل فقال الأعرابي كلا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلى والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض حثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حدثنا عبد الواحد بن قيس قال حدثنا عروة بن الزبيري عن كرزي الخزاعي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله هل هذا الأمر من منتهى قال نعم فمن أراد الله به خيرا من أعجمين أو عرب أدخله عليهم ثم تقع فتن كذلال يعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض وأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي ربه تبارك وتعالى ويدعو الناس من شره قال أبي وحدثني محمد بن مصعب القرقساني مثل حديث ابن المغيرة إلا أنه قال كرز بن حبيش الخزاعي ترجمة نانسي قنقر